اقول لحضراتك انا شختي اللي انا حوالاها مساحك كتيره مساحك كتيره صغيره وكان فيه مسحف في ايديه بس المسحف اللي في ايديه في قلبيه زي سور ما شوفتش فيه لطفر البقرة والفاتحة وكان طورت الحج بس المسحف كان ملون بطريقة يعني كانت ايه يعني غريبة انا مصوبة عليه زي شجر وكلام من دم لون وبعدين اعدت اه بص كده في الاسفل البيل ثلاث ورقص فاضي اعدت اه دور يترى من اللي يتابعه يترى اللي طبعه اللي اظهره ولا اللي طبعه وشيخ خالد وبعدين حضرتك اه اه دخلت جوا قودة لات بنت اه بنت بناتي الاتنين اعادين انا عندي بنت عندها اربع سنين ليكها كبيرة كده اتنا ثمان سنين وشبات مفتوح قاله واخدام قاله وراح امشور نزلت النقاب انا اسم منقبة نزلت النقاب من على وشي قال واخدام بناتي قاله وراح امشور مش عفر راح امشور انا انا طيب هي رؤية طيبة وان شاء الله فصرها لي كبيرا اسمعيني من التلفزيون رؤية قراءة سورة الحج في المنام تدل على قضاء الحوائج وتدل ايضا على الحج بيت الله الحرام ورؤية الفاتحة تدل على الفتح من الله عز وجل وتيسير الامور ورؤية سورة البخرة تدل على الحفظ لك باذن الله تعالى والفتح لك من الله تعالى في هذا العام في عام من الاعوام والله تعالى اعلى واعلم فهي رؤية خير على كل حال لوجود هذه الصور السلاسة فيها ترجمة نانسي قنقر